السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم اعزاء الاصدقاء. النهاردة هكلمكم في موضوع الاجازة الترارية للناس المختربين اللي شغالين في شركات. اه انت لو روحت اي دولة من دول الخليج او الدول العربية ديت او دول اوروبية. وحبيت ان ننزل اجازة اقل شيء بيحسبولك في دول الخليج بعد سنة. كل سنة لك اه كل احداشر شهر لك شهر. بيبقى مدفوع الراتب او مش مدفوع الراتب على حسب ازا كنت شغال في شركة او كنت شغال مع كفيل شخص يعني كده. اه ولكن العالي الهنودسة بان بمراحل في موضوع الاجازات الدهوت كنت شغال في الكويت روحت من سنة الفين وسبعة وعدت فترة طويلة هناك وكانوا بينزلوا اجازات ويجوا وانا قاعد وكنت مستغرب ايه الموضوع? فتنيت اسأل لما عرفت ان في حاجة اسمها اجازة ترارية اه بتاخذ رقم الهد بتاعك او رقم المكتب الرئيسي بتاع الشركة. وبتديه لاهلك في البيت. واهلك بعد ما عد عليك ست شهور من شغلك في الشركة او المكان دهوت. بيتصلوا بالشركة او الهد اوفيس دهوت ويقولوله ان لقدر الله عندك حدد وفاة. حد عزيز عليك اريبك والدك والدتك اخوك مع علينا. المهم هي احجة اه بيعملوها الناس اللي عايزة تنزل اجازة ترارية بيديك البازبور في نفس اليوم ويجي منزلك خمستاشر يوم. اوكي? الخمستاشر يوم دول انت بتاخدتم قبل ما بتاخدتم بتكون محضر اغراض تشاري الحاجات اللي انت عايز تاخدتها معاك. اه بيتيجوا اخذ البازبور في نفس اليوم تكون انت اه يطروع على المطار تحجز او بتكون حاجز. المهم ان انت بتاخد خمستاشر يوم وبتنزل البلد بتاعتك ايا كانت دولتك. وقبل الخمستاشر يوم ما بينتهب تتصل بالهد اوفيس وتميد خمستاشر يوم تانيين يبادي ايه يخدتلك شهر على الال. والشهر دهوت في بتروح تقضي ست شهور تانيين. طبعا انت هذي ست شهور اولين واخدت اجازة خمستاشر يوم في خمستاشر يوم يبقى دي شهر. وتروح ست شهور يبقى اجازتك اللي هي الاساسية اللي انت بتستحقها. بيدوها لك. يبقى انت كده كل ست شهور بتنزل ما بتحسش بغربة. لو انت رجل متجاوز عندك اولاد او اهلك او الصحابك عايز تشوفهم. فبتنزل ما بيباش عندك اي مشاكل. اه حبيت بس اوضح لكم موضوع الاجازة الاضطرارية. اه لان انا اعدت فترة طويلة ما كنتش بعرف انزل واه اعدت حوالي ست اسنين نزلت في وصوم تمانية وعشرين يوم وبالعافية. اه طبعا لو اه اعدت في الشركة قبل الحداشر شهر ثمان شهور والعشر شهور وجيت نائل في شركة تانية او ما كنتش اخذت اجازتك. طبعا الرجال الاعمال او اصحاب بالرؤوس الاموال دايما بي ايه بيضغطك وتن مشغلك زي الفنادق عندنا في مصر. وقول لك اسلي ما فيش عمال وما فيش ناس وما فيش مش موظفين وبتاع. ويغتن ضغطك ويضغط غيرك ويمص دمك ويشغلك على قد ما يقدر عدد ساعات وكده. ودي سياسة عندهم ما تفكرش ان انت شغال في المكان بقول لك اسلي مشلائيين ومش عاملين. لا ده في ناس كتير تشتغل وكل حاجة والدنيا حلوة. ولكن دي سياسة من سياساته. بتعرف انت وبتكتشفها بعد خبرة طويلة. اه المهم ان كنت اعز اكلمكم عن موضوع الاجازة الترارية ويديتكم شوية معلومات مفيدين. ولو في اي حاجة ان شاء الله احسب لكم في الوصفة او في الديسكريبشن تحت او في اول تعليق. اي حاجة تخص الموضوع ده هوت. وقلت اديكم فكرة علشان اي حد يحب ينزل الاجازة وما يطويل شي لان بيتميل لما بتقعد فترة طويلة. وبالذات لو نقلت من شركة لشركة تبصت لاي نفسك تعد لك عشر اتنشر شهر على ما ثوم تنزل الاجازة تلا نفسك نيلت في شركة ثانية عدة من اول وجديد وهكذا. وتلاقي عمرك ضاع هباء كده وما خدتش فيه اجازات. واستردعوكم الله.